السؤال الثاني حول أحد الناس المبتلى بالوساوس القهرية يقول أنا شاب عقدت على فتاة منذ سنة تقريبا فتت الخطبة حصلت مشكلة بيني وبينها فأرادت الذهاب إلى مكان معين فمنحتها وقلت لها بمجرد خروجك من البيت اعتبر العقد مفسوخ وكانت نيتي منعها من الخروج ولم أكن أفكر بالطلاق ولا أريده أصلا وكنت أقصد حينها بمجرد خروجها من المنزل إلى ذلك المكان في ذلك الوقت وليس دائما وهي فعلا لم تخرج وقتها إلى أي مكان وانتهى الأمر وعادت الأمور على طبيعتها بعدها أصابني وسواز وشك حول نيتي وحول ما قلته هل حصل طلاق أم لا وبدأت في التطواف على المشائخ واحد قال لي لا يلزمك شيء وآخر قال لي عليك كفاء كفاءة يمين بعد فترة تزوجنا وأصبح يلازمني الوسواز ليلا ونهارا هل فعلا اللي قال لي عليك كفاءة يمين ممكن تكون طلاق هو ما خدش باله ولا إيه الموضوع وبعدها بدأت أقرأ في الطلاق الكنائي فكلما قلت يمكن دي كنائي الطلاق يمكن دي كذا ودخلت في الدوامة هذه ودخلت في هذه المحرقة على هذا النحو ماذا أفعل؟ فقلت له يا بنيان يبدو أننا أمام حالة طبية ولسنا أمام منازلة فقهية على كل حال من الناحية الفقهية البحثة الطلاق المعلق في فتوى مجمع فقاء الشريعة بأمريكا يجري مجرى الحليف إن قصدت به وقوع الطلاق عند الحنث كان طلاقا وإن لم تقصد به إلى الطلاق كان يمينا مكفرة تخوج من تبعاتها عند الحنث مكفرة يمين المشار إليها في قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم المبتلى بالوساوس القهرية يطرحها وراء ظهره لا يعيرها انتباها لا يأبه بها لا يقيم لها وزن فإنه لا يقع طلاقه ولو صرح به لماذا؟ لأنه مستغلق عليه طوال الوقت ولا طلاق في إغلاق ووصية لك يا ولدي الاتماس التداوي لعلتك عند الأطباء النفسيين فما أنزل الله منها إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم أسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية وأن يجمع عليك بين الأجل والعافية اللهم أمين اشتركوا في القناة